قالت القناة الإسرائيلية 12 إن تل أبيب وفقت من حيث المبدأ على صفقة تبادل الأسرة التي تم طرحها في اجتماع باريس الذي شارك فيه مسؤولون وقادة مخابرات من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل وضافت أن مسودة الاتفاق سيجري تقديمها إلى حماس لرد عليها وتنص الصفقة على الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة على دفعات تبدأ الأولى بالنساء والأطفال على أن يصاحبها وقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة كما تضمن الإفراج عن الأسرة الفلسطينيين وبحسب القناة الإسرائيلية فإن مجلس الحرب سيناقش إطلاق سراحي 100 إلى 250 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز لدى حماس كما سيناقش مجلس الحرب عرضا يشمل هدنة لـ 45 يوما مقابل الإفراج عن 35 محتجزا في غزة بحسب الإعلام الإسرائيلي تأتي هذه المعلومات رغمنا في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للصفقة وأصفا التقارير بغير الدقيقة وأنها تحتوي على شروط غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل مشددا على مواصلة الحرب حتى تحقيق أهدافها